اشتركوا في القناة المهندس من منصة سولرابيك والمتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة والسيارات الكهربائية عبر منصتنا باللغة العربية هذه الندوة هي برعاية شركة جينكو سولر العالمية والمتخصصة بتصنيع الألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة إن لم تستطيعوا الدخول إلى هذه الندوة عبر زوم فيمكنكم متابعة البث عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، تويتر، يوتيوب، لينكدين حيث جميعها تبث هذه الندوة بشكل مباشر كما أنه يمكنكم متابعة هذه الندوة بشكل مباشر عبر صفحة جينكو سولر الرسمية باللغة العربية على منصة فيسبوك والتي تقوم بنشر مواد تعليمية وتثقيفية في مجال الطاقة الشمسية بشكل مستمر ويكون هذا البث المباشر متوفرا عليها أيضا سوف نرسل في التعليقات هذه الروابط حتى تستطيعوا مشاركتها مع زملائكم الرجاء إخباري كنتم تسمعوني بشكل واضح عبر خاصية التشات إذا كان الصوت منخفضاً الرجاء التنبيهي وإذا كان الصوت واضحاً الرجاء إخباري الصوت واضح جداً تمام ممتاز طبعاً خلال هذه الجلسة أدعوكم جميعاً لطرح أسئلتكم عبر خاصية الـ Q&A وليس عبر التشات يمكنكم التواصل والتعارف عبر خاصية التشات ولكن أدعوكم جميعاً لكتابة أسئلتكم والموجهة المتحدثين اليوم عبر خاصية الـ Q&A وللمتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر البث المباشر يمكنكم كتابة أسئلتكم في قسم التعليقات ونحن سوف نقوم براجعة لها إن شاء الله طبعاً تكمل أهمية ندوة اليوم في صعوبة سوق الطاقة الشمسية بالنسبة للعاملين فيه حيث كان هناك تغييرات عديدة في السنة الماضية سنة 2021 إن كان ذلك بالنسبة لتوافرية المنتجات في السوق بالنسبة لأرتفاع أسعارها بشكل سريع وبشكل متواتر في العام الماضي وذلك المجموعة من الأسباب والتي سوف يناقشها ضيوفي اليوم وبالتالي سوف نقوم بشرح أسباب هذه التغييرات في السوق وسنتحدث عن السنة القادمة إن شاء الله عن استمرارية هذه التغييرات في السنة القادمة عن التقنيات المتوقعة في السوق العربي في السنة القادمة وذلك بالنسبة للألواح الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة طبعا ضيوفي اليوم أسعي جدا باستضافة المهندس علي حمام وهو رئيس قسم المبيعات في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جينكو سولر وكذلك معنا المهندس محمد سعد الدويك وهو مدير الخدمات الفنية في الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة جينكو سولر وأدعو المهندس علي حمام لمشاركة البرزنتيشن وفي هذه الأثناء أود أن أطرح سؤالين على الموجودين للتعرف عليكم لمعرفة أي بلد قمتم بالانضمام إلينا اليوم للمتواجدين عبر السوشال ميديا رجاءا كتابة ذلك في التعليقات كتابة اسم بلدكم في التعليقات لو سمحتم لدينا تقريبا 40% من الموجودين هم من الخريج العربي حوالي 20% من سوريا والأردن فلسطين ولبنان حوالي 20% من مصر والسودان لدينا متابعين أيضا من العراق اليمن ليبيا تونس جزائر مغرب تقريبا جميع البلاد العربية مرحبا بكم جميعا سعيدونا بحضوركم معنا السؤال التالي نريد أن نعرف صناعتكم إن كنتم تعملون في شركات التطوير شركات EPC في القطاع الزراعي الاستثمار والتمويل إن كنتم تعملون في شركات مصنعة لأنظمة الطاقة الشمسية أو شركات الخدمات الفنية والتركيب وكذلك للعملين في القطاع الأكاديمي والطلاب أكبر نسبة لحد هذه اللحظة هي من شركات EPC حوالي 20% من شركات EPC لدينا حوالي 10% من المطورين 10% من المصنعين وكذلك حوالي 10% من شركات التركيب رجاءا كتاب ذلك في التعليقات في السوشال ميديا بالنسبة للذين أشاركوا بالتصويت الآن مرحبا بكم جميعا طبعا سوف نعمل على أن تكون هذه الجلسة مفيدة للجميع في جميع الأقطار العربية وللعاملين في جميع القطاعات التي تمثل الطاقة الشمسية بالصلاة مرة ثانية أحب أن أحب فيك مهندس علي أهلا وسهلا فيك معنا الثاني اللي مشاركة لأيلك معنا على سؤال الرابق تسلم مونيف عم تسمعني أنا سامعك بشكل كويس وعم بتشوف البرزنتيشن تمام 100% شكرا أستاذ مونيف على المقدمة وعالاستضافة يسعد صباحكم أو مساكم لجميع اللي بتابعونا اليوم من شتى الأقطار العربية من المحيط إلى الخليج سعيدين بتواجدنا معكم بقربكم منا واهتمامكم وحضوركم دائما معنا في الوبنارز اللي بنعملها بشكل مستمر أنا اسمي علي حمام مدير قسم المبيعات في شركة جينكو سولر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 2021 شارفت على الانتهاء أحب أول إشي أهنيكم مقدما بالعام الجديد وبنهاية العام وإن شاء الله أنه الجميع يكونوا بألف صحة وخير إن شاء الله مع نهاية العام 2021 مرت الصناعة في تقلبات عديدة خلال هذا العام حبينا نختم السنة معكم بويبنار لمشاركة رؤيتنا أول إشي في الأسواق المحلية منحب يكون الويبنار هذا تفاعلي بالنسبة لنا معكم ومشاركتكم بعض المعلومات اللي اتدخلت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الواح الطاقة الشمسية خلال العام بحب أعطي مقدمة عن شركة جينكو سولر شركة جينكو سولر بحب أشارككم بعض الأحداث هي الشركة تأسست في عام 2006 أدريشت في السوق المالي في عام 2010 الشركة لديها خبرة 15 سنة في صناعة الألواح الشمسية ومكوناتها بعض الحقائق عن شركة جينكو سولر في نهاية عام 2020 كانت شركة جينكو سولر هي الشركة الوحيدة التي صنفت بالمرتب الأولى من ناحية المبيعات لأربع سنوات متتالية من عام 2016 لـ 2020 لدى الشركة أكثر من 70 جيجاووت تم تنفيذها حول العالم منعتقد أنه بنهاية العام راح تكون القدرة الإنتاجية للشركة 30 جيجاووت ومن ناحية البحث والتطوير جينكو لديها أكثر من 18 رقم قياسي لكفاءات الألواح وكفاءات الخلايا لدينا قسم خاص للبحث والتطوير المستمر الخاص بتكنولوجيا الألواح الشمسية واللي بهدف بشكل خلينا نحكي مباشر لتقليل الكلف المباشرة التي تتدخل في صناعة الألواح وأيضاً الكلف غير المباشرة المتعلقة في اللي بيسموهم مثلاً من هياكل معدنية وعواكس شمسية أو كوابل تتدخل في نظام الطاقة الشمسية للانتهاء بسعر منافس لإنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية الشركة تمتلك 12 مصنع حول العالم منها الجزء الكبير في الصين في فيتنام، ماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية خطوطنا الإنتاجية منسميها vertical integrated production lines أو خطوط إنتاجية متكاملة بشكل عمودي منبدأ من المراحل الأولوية لسكب قوالب السيليكون تقطيعها للوافرز والانتهاء بطباعة الخلايا وتجميع الألواح الشمسية الشركة لديها أكثر من 25 ألف موظف ووردنا مشاريع لأكثر من 160 دولة في العالم في نهاية عام 2020 صراحة بنحب دايماً نشارك هذا السلايد اللي هو في top 10 markets في العالم أكبر أسواق عالمية كانت لل solar systems جينكو سولر حازت على المرتبة الأولى في 7 من 10 طبعاً منهم من أهمهم الولايات المتحدة الأمريكية وتاريخياً بنحكي أنه أول سنة بتكون فيها مصنع صيني يحصل على أكبر حصة سوقية في السوق الأمريكي هي عام 2020 وكانت من حصة من نصيب شركة جينكو سولر أسواق متطورة وديماندين من ناحية الكواليتي مثل اليابان، ألمانيا، أستراليا برضو كنا فيها منملك أكبر حصة سوقية في عام 2020 بالإضافة للماركتز كبيرة جداً ضخمة مثل الهند وغيرها زي ما حكينا، الشركة جينكو سولر بتمتلك خطوط إنتاج عمودية متكاملة عمودية بشكل عمودي بالنسبة للكواليتي بالنسبة لنا، ليش مهم يكون الشركة عندها Vertical Integrated Production Line هذا الحكي مهم بالنسبة للشركة لإدارة جودة المنتج بشكل كامل وتقليل الاعتماد على أطراف ثالثة لتوريد الماتيريلي، واللي هو من شأنه طبعاً تخفيف أو التقليل من الاعتماد على معايير شركات أخرى في القواليتي في شركة جينكو سولر لدينا أكثر من 46 نقطة تحكم بالجودة على سلسلة خطوط الإنتاج المتكاملة عم تسمعني تمام تمام واضح بالنسبة للمنتجات الجديدة اللي بتقدمها شركة جينكو سولر أو خليها نحكي بالأحرى هي عبارة عن حلول لدينا على اليسار Building Integrated Photovoltaic أو الألواح المدمجة بالمباني قدمنا هذا البروداكت في عام 2021 هو عبارة عن منتج يتم تصنيعه بشكل يتناسب مع كل عميل على أحده وليس منتج ستاندرد ممكن تنفيذه على جميع المشاريع فهو يتمتع بـ Flexibility خلينا نحكي أو Customization Flexibility عالية بالنسبة للشركة الحمد لله أخذنا واحد من أهم المشاريع في المنطقة اللي هو ديوا Headquarter في دبي ومشروع آخر في السعودية في عام 2021 والمشروعين هما قيد التنفيذ في الوسط Energy Storage Solution أو حلول الطاقة تخزين الطاقة المتكاملة قدمنا هذا السلوشن خلال عام 2021 ومنتوقع نموه كبير جدا جدا في منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا لهذا النوع من الحلول بالإضافة على اليمين عندنا Pumping Solution أو Solar Pumping Solution Genco Solar بتقدم فيه حل متكامل للطاقة الشمسية للتطبيقات الزراعية واللي بيشمل الألواح الشمسية مع الإنفيرتر الخاص والإنفيرتر الخاص بهذا التطبيق والمضخات اللي بتضخ مياه الري في بلدان مثل مصر المغرب ومنتوقع برضو السودان كونها دول تعتمد بشكل كبير على الزراعة بدي أعطي بس نبذي سريعة عن منتجات الشركة اللي هم اللي انتو بتعرفوها بتعرفونا فيها من سنوات آخر البرودكت اللي موجودة حاليا هم Tiger والTiger Pro PV Modules باستعمال تقنية المونو بيرك عنا Two Virgins منهم أو بيجوا بالشكل اللي هو أحادي الوجه هو ثنائي الوجه الباور تبع PV Modules بوصل للTiger ل480 وط بيك وللTiger Pro أحادي الوجه بوصل ل545 و590 بالنسبة لل 78 خلية عنا البرودكت اللي جديد خلال 2021 تم إطلاقه هو Tiger Neo اللي بيستعمل TopCon Technology N-Type برضو موجود ب الشكلين أحادي وثنائي الوجه بتراوح الباور تبعه من 480 ل615 وط بيك بالنسبة للأحادي الوجه وبالنسبة لثنائي الوجه بوصل up to 610 وط بيك صراحة السؤال اللي دايما بنسأله ونحب نحكي عنه خلال 2021 اللي شهدت تقلبات كتير كبيرة بالنسبة لأسعار الخلايا وارتفاع ممكن يكون غير مسبوك خلينا نحكي من ناحية نسبة نسبة ارتفاع ونحب نشارككم أسباب الارتفاع للألواح الشمسية الألواح الشمسية العنصر الأساسي في تصنيع الألواح الشمسية هو مادة البولي سيليكون إذا نتطلع على الشارت الأعلى في جهة اليسار ارتفاع البولي سيليكون من 1-1 2021 هذا الريبورت موجود حتى تاريخ 17-12 2021 نجد أنه ارتفاع البولي سيليكون لوحده هو 198% السورس تبع هاي الانفورميشن هو PV انفولينك متاح للجميع بإمكانكم تطلعوا على هاي المعلومات بس حبيت أحطهم في سلايد واحد أو سلايدين بتعرفوا وإيش اللي بدخلوا في صناعة الطاقة الشمسية وكيف الارتفاع اللي صار في هاي المواد الخام على مدى الـ 12 شهر الماضيين وكان في حدث مهم حدث في الصين هو انقطاعات للكهرباء للمستهلكين من مصانع وغيرها في شهر عشرة إذا منلاحظ خلال شهر عشرة في ارتفاع لكل المواد الخام فجأة كان بتاريخ تقريبا آخر شهر تسعة وأول شهر عشرة فنحكي قاعدين على الـ 198% الـ الـ 52% السيل برايس 13% عنا برضو الألمنيوم ارتفع 29% السيلفر اللي بدخل في صناعة البصبر نزل 14% منكمل بالكابر برايس اللي بدخل في جزء من الجونكشن بوكس وفي الكابل تبعة الـ PV موديول ارتفع 23% بالتالي خلينا نحكي باختصار ارتفع سعر اللوح الشمسي في أرضه في الصين حوالي سبعة ونص US dollar cent هذا طبعا مجموع البولي سيليكون مع المواد الأخرى ارتفاع مواد الأخرى بالإضافة إلى ذلك زد على ذلك ارتفاع كلف الشحن البحرية من الصين في بعض البلدان ممكن أعطي مثال عليها في شمال أفريقيا الكنتينر اللي كنا منشحنه بحوالي 3000 أو 4000 دولار في 2020 وصل إلى 23000 دولار إذا منترجم 23000 دولار بما يمكن استيعابه داخل الكنتينر من PV موديولز منترجمها على أنها سبعة US dollar cent فقط للشحن فهذا الحكي طبعا أثر بشكل سلبي على الاندستي عموما وهذا بشمل المصنعين بالدرجة الأولى لأنه هاي كلها في المواد الخام بتشتريها شركة جينكو سولر وغير شركة جينكو سولر من الموردين اللي أنتو بتعرفوا أسميهم فهو كان أثر وسلبي يعني البعض بعتقد أنه كان له أثر إيجابي على شركات ال PV موديولز وبيعتقدوا أنه يعني إحنا ممكن نكون نصنع خلينا نحكي بروفت أعلى أو أرباح عالية ولكن للأسف الحقيقة أنه إحنا فعليا أول حلقة متأثرة من ارتفاع الأسعار كونه ندخل بعقود طويلة الأمد نتأثر بشكل سلبي عالي جدا من ارتفاع هاي الماتيريالز حاب أشارككم صراحة عن المنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا بعض الحقائق والأرقام إحنا شركة جينكو سولر موجودة في المنطقة من أكثر من عشر سنوات أنا صرلي مع الشركة حوالي ثمان سنوات في المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي من أقدم الشركات الموجودة سواء كفريق أو كمشاريع وردنا بنهاية عام 2020 أكثر من أربعة جيجا ووت لمنطقة ميدل إيست وأفريقا ونتوقع هذا الرقم يتجاوز الخمسة جيجا ووت بنهاية 2021 فخورين طبعا بكوننا نمتلك أعلى حصة سوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية 2020 حصلنا على EUPD Research سيل top brand ميناء وهي عبارة عن شركة استشارات ودراسات بتعتمد لمنح هذه السيلز على رد ردود الفعل والفيدباك الموجود في الماركت في الشرق الأوسط الشمال الأفريقيا فحزنا على هذا الختم لثلاث سنوات متتالية من ناحية البانكابلتي واللي بيهم مطورين المشاريع اللي بيستعملوا مؤسسات مالية قروض من مؤسسات مالية جينكو سولر كانت مفضلة من أكثر من 25 مؤسسة مالية عالمية ومقردين جهات مقرضة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى الشركة أكثر من 35 مشروع كبير على المستوى الخدمي utility scale projects من أهمهم مشاريع موجودة في الإمارات في الأردن وفي مصر تتجاوز الميت ميجاوات عنا فريق موجود في ست دول عربية بين الإمارات السعودية الأردن مصر تونس والمغرب موجودين منذ سنوات لدعم عملائنا المباشرين وغير المباشرين سواء من ناحية الدعم التقني أو الدعم بالنسبة للفريق التجاري الشركة برضو تمتلك أكبر مشروع كان على مستوى العالم في عام 2018 تم تنفيذه في أبوظبي 1177 ميجا مشروع تم تشغيله في عام 2018 خلال الربع الأخير من 2021 كنا سعيدين صراحة بتغيير الروتين تبع الويبنارز عملنا خمسة سيمينارز في أربع دول الإمارات الأردن مصر وتونس لإطلاق حلول أنظمة التخزين للطاقة الشمسية المقدمة من شركة جينكو سولر وإن شاء الله في عام خلال عام 2022 معنا خطة لتغطية بقية الدول العربية إن شاء الله من خلال وجودنا جمع شركاتنا اللي موجودين في الدول العربية لرفع مستوى خلينا نحكي الإدراك الفوائد لحلول اللي بتقدمها شركة جينكو سولر منها ESS Energy Storage Systems ومنها Building Integrated ومنتوقع صراحة إقبال كبير على Solar Pumping Solutions اللي تم طرحه خلال الربع الثاني الثالث من عام 2021 حب أشارككم بعض الرفرنسز اللي موجودة للشركة مشروع أبوظبي 171 مشروع ديوة في دبي الفيز الخامس بدأنا بتوريده وهو عبارة عن 900 ميجاوات مشروع الجويرة في جنوب الأردن تم تشغيله في عام 2018 103 ميجا في مصر في عام 2019 شغلنا 384 ميجاوات مقسمة على ست مشاريع كل واحد منهم 64 ميجا وفي مشروع في السعودية مميز أيضا عملناه مع شركة المراعي 15 ميجاوات بحب أشكركم على استماعكم وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم بدي أترك المايك لمونيف وللجزء التاني من الويبنار مع زميلي محمد السعدي شكرا جزيلا شكرا 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 كتير لإلك علي على المعلومات وشاركتها معنا اليوم يعني لحد هلأ أنا شايف على قليل 15 سؤال متواجهين بالنشفة اللي حكيت ونأجل لأخر الجلسة بس نخلص الجزء مع محمد تمام؟ منتاز طيب بالنسبة ل يطرحوا الأسئلة أنا شايف تقريبا نص الأسئلة مبعوتي بالشات لو سمحتوا إذا ممكن ترسلوها في الـ Q&A سكشن لحتى نضمن أن نجاوبكم عليها 100% بالشات كونه في رسائل كتير ممكن تضيع ما بين الرسائل فرجاء أن ترسلوا أسئلتكم على الـ Q&A سكشن شكرا للكم طيب مهندس محمد أهلا وسهلا فيك مبسوط كتير أنك معنا مرة تاني محمد وميغرفون لأي لك السلام عليكم مونيف تحياتي تحياتي لكل المتابعين معنا من كافة الأقطار العربية وبسعدنا صراحة أنه نختم تعاوننا مع بعض خلال 2021 ما بين جينكو وصل أربك بأفضل وسيلة ممكنة الحمد لله كان 2021 عام تعاون مثمر جدا اطورنا كتير من شغلنا مع بعض فكنا دائما مع بعض في مصر والأردن وتونس حتى عملنا فعاليات مع بعض على الأرض وإن شاء الله منكمل التعاون خلال العام القادم احنا اخترنا صراحة عادة احنا نختار موضيات تقنية معينة نعملها مع بعض ولكن اخترنا هاي المرة انه يكون وضع نظرة عامة على السوق وعشان هيك كان افضل شخص ممكن يعطينا النظرة هو مهندس علي حمام لخبرة الطويلة في المجال بالنسبة للي انا كان دوري حيكون هو بس يعني يعطى نظرة عامة على التكنولوجيا الموجودة وشو احنا توقعاتنا كجينكو التكنولوجيا اللي تكمل والتكنولوجيا الجديدة اللي رح تدخل فان شاء الله يعني هتكون مختصرة و مليئة بالمعلومات ان شاء الله طبعا احنا 2021 بدينا صراحة بكان يعني بكان فيه مثل حوار او نقاش كان من نهاية عام 2020 صراحة اللي هو شهد السوق زيادة كبيرة في حجم الخلايا الشمسية فكان فيه مثل رأيين او مدرستين خلينا نقول في السوق العربية والعالمية انه اي افضل فصراحة هذا اخد يعني اخد جزء كبير من المساحة الحوار والدراسات والابحاث اللي صارت انه اي افضل وليش احنا عم نصير فيه التطوير وتكبير لحجم الخلايا فأول صراحة أول السنة خلينا نقول انه ما كان فيه تكنولوجيا جديدة نزلت خلال 2021 بشكل عام ما فيه تكنولوجيا نزلت على الساحة ويعني بدأ انه تشد انتباه المصنعين خلال كتكنولوجيا طبعا موجودة في السوق موك تكنولوجيا موجودة في الأبحاث مثل ما رح نحكي أكتر ف2021 كان السما المميزة لقلو انه صار فيه زيادة كبيرة في حجم الخلايا هذا طبعا انعكس كزيادة في حجم الألواح بدل ما احنا كان على 2019 الألواح كانت تيجي تقريبا 400 واط هلأ احنا عم نشوف الألواح تجاوزت 500 و600 وحتى لقنا إعلانات الألواح 700 واط فطبعا كونه ما كان فيه زيادة بتكنولوجيا الخلية فكانت زيادة الرئيسية في الحجم طبعا هذا له أثر إيجابي له أثر سلبي حكينا احنا بداية السنة بتذكر احنا الويبنار اللي عملنا مع بعض الندوة حكينا أكتر عن موضوع هذا ممكن هلأ نحكي بنقاط معينة كمان فما كان فيه تطوير على مستوى التكنولوجيا تقنية البيرك والنصف الخلية هي الموجودة المعتمدة والمتوقع انه تظل كمان معتمدة للعامل القادم طبعا كونه صار فيه زيادة بحجم الخلية فصار فيه بالتالي زيادة في عدد خطوط التوصيل انه صار فيه تحسين بعنصر الإشابة اللي بتم فيه إشابة الجزء الموجب من الخلية الشمسية كان هو عادة البورون والبورون كان له مشاكل من موضوع التناقص الأداء بسبب الـ LID أو الـ ATID فلقينا هلأ انه هو صراحة بمنتصف عام 2019 كان فيه شركة يابانية حائزة على حقوق ملكية الفكرية للإشابة بالقاليوم فلما انتهت الملكية هاي عام 2019 السوق بداية انتلاع من عام 2020 بدأ يتحول للإشابة بعنصر الجاليوم الجاليوم مشات له أقلب كتير من قارتنا بالبورون ولئنا انه فيه تحول كبير صار بالشركات انه بطل يستعملوا بورون صار يستعملوا الجاليوم وهذا طبعا مثل ما احنا شايثين فوق اليسار بالرسمة انه كيف التحول اصبح كبير جدا مع 2020 تقريبا 70% من السوق تحول للجاليوم طبعا هي بتظن نسبة 30% هي مين هذور 30% يعني الشركات الكبيرة الخمسة او الستة الكبار تحولوا تقريبا بشكل كامل فمين الشركات اللي بتظل ما تحول هي الشركات اللي بتروح على الاشي الرخيص اللي ما لها يعني سمعة في السوق او شركات التير 2 او تير 3 فالمهم جدا يعني انه ننتبه لهاي التفاصيل الصغيرة لانه يعني انا بفضل دائما المتابع العربي العامل في مجال الطاقة الشمسية كمهندس او مركب او حتى صاحب منزل او صاحب مزرعة او صاحب مصنع انه ينتبه انه دائما خود الاشياء يعني ركز تكون منتجاتك من الاشياء المعتمدة عالميا فمثلا هلا انا ما نحكي احنا عن الهافكت كتكنولوجي الهافكت نص الخلية اصبحت هي معتمدة عالميا وزا بنشوف الرسمي 90% من السوق العالمي صار يعتمد الهافكت فكل المصنعين الكبار معتمدين فطبعا هي منشتهل انك تميزها لانه الخلية بيكون مقصومة نصفين فبالسؤال بيكون من هدول العشرة بالمية اللي ما اعتمدوا الهافكت هم نفس الـ 30% هدول اللي ما اعتمدوا القاليوم دوبينج هم الشركات اللي عندها بضاعة تجارية جدا ما بتقدر تواكب التطورات وما بتقدر تشتري خطوط انتاج عشان الهافكت او عشان تعمل غاليوم دوبينج فانا اتمنى انه دائما نكون على وحنا هاد المحاول صراحا نقدمه بجينكو يعني احنا ما بتقدمونكو بس حلول جينكو احنا نعطيكو نظره العام على السوق العالمي عشان نكون في فكرة انه في حال لو انت فكرت تستثمر او تركب مشروع شو الاشياء الحد الأدنى اللي لازم تدور عليها فطبعا كان النقاش الدائر هو اي افضل اروح على ام تن او ام تولف او جي تولف الام تن اللي هي مية واثنين والجي تولف اللي هي ميتين وعشرة وطبعا جينكو بالاضافة الى شركتين رئيسيتان هم لونجي و جي اي اعتمدوا خط المية واثنين وثمانين وحاليا احنا منتجاتنا ان كان تايجر برو او تايجر نيو يحيكون متوفر ان شاء الله العام القادم اللي حكي عنهم وندس علي رح يتمدوا على الام تن في شركات اخرى اعتمدوا على الام تولف طبعا هلأ قد يقول قد يقول الشخص انه هذا بيأثر سلبا على السوق ولكن يعني نظر بتطلع اصلا على السوق حاليا حاليا في اكثر من سبع قياسات موجودة اصلا يعني في 156 151 161 163 182 و210 فحاليا اصلا السوق في سبع قياسات موجودة ففي المستقبل القياسات الصغيرة هاي رح تبدأ تندثر ورح يكون القياسين المسيطلين هم 182 و210 طبعا الافضلية قد تكون في المستقبل القريب هي 182 واحنا منشوفها هاي القياس الافضل حاليا كونه احنا كمصنعين الواحش الشمسية لازم ناخد معين الاعتبار مصنعين العواكس الانفيرترز مصنعين التراكرز مصنعين الخلايا او الشزيه يكون عندهم منتجات متوافقة مع هذه منتجاتنا فمن أجل ذلك صراحة قد يكون هلا في مثل رأيين على القياسين ولكن من شكل عام هو إيجابا على السوق لأنه بدلا ما يكون عندك خمس ست سبع قياسات موجودة حاليا في السوق وهي عم تعمل حالة من الشوشرة في السوق يعني خلينا نقول فبيكون عندك قياسين وطبعا قد يجي قياسات أخرى بعدين يعني اشي فوق الميتان وعشرة أو اشي ما بين ميتان وعشرة ومية واثنين وثمانين مثلا ولكن بشكل عام هي خطوة إيجابية لأنه هاي ساعدت السوق أنه يثبت ويصير فيه مثل عملية ولمصنعين خاصة الشاسيات قادرين أنه يصنعوا هلأ ألواح متوافقة مع قسم كبير من المنتجات الموجودة في السوق فطبعا هذا استمر النقطة الثانية اللي هي ال-N-Type طبعا إحنا من تقريبا من ثلاثة شهر عملنا ويبنار خاص عن ال-N-Type أنا ما رح أعود في تفاصيل كلها ولكن هنقول أنه تسعين بالمئة من السوق حاليا هي P-Type اللي بتعتمد على الإشابة بعنصر البورون أو الجاليوم مثل ما حكينا وعلى الجزء الموجب من الخلية الشمسية بينما هلأ ال-N-Type بيعتمد على إشابة بعنصر الفوسفور على الجزء السالب من الخلية فبيزيد عدد الإلكترونات وبالتالي الأداء بيكون أفضل وحاليا يعني من ناحية التكنولوجيا هي أفضل بكل المقاييس قياسا بال-P-Type ولكن العائق الرئيسي كان هو عائق السعر أو الكوميرشل فإحنا هلأ نما وصلنا شفنا أنه السوق فيه نضج صار في مجال التصنيع والعكس إيجابا على الأسعار فإحنا هلأ شايفين أنه السوق جاهز أنه نبدأ ندخل أو نبدأ نطرح فيه ال-N-Type موديولز ال-N-Type هي تقنيات مختلفة شوية عن ال-P-Type ال-P-Type هي أكتر تقنيات منتشارا ال-N-Type فيه أكتر من تقنية موجودة هنحكي شوي تفصيل أكتر ممكن فإذا منشوف الرسم في النص وهذا بناء على المرجع هو PV-Tech منشوف أنه ال-Perk اللي هي خلينا نقول لونها تقريبا أحمر عم تاخد أو آسف المونوبرك اللي هي تقريبا أخضر هي حاليا أصبحت مسيطرة في السوق العالمي يعني إحنا تقريبا معظم خلايا السوق هي موجودة من المصنعين الكبار هي Perk وكمان نفس السؤال مين مش عم بياخد ال-Perk مين هلأ عم بيستعمل لسه ال-Poly أو المونو العادي هم الشركات الصغيرة المصنعين الصغار اللي ما عندهم قدرة أنه يصنعوا منتجات بجودة عالية بس بناء على تقارير من مثلا PV-Tech منلاقي أنه ال-N-Type الموجودة باللون الغامق رح يبدأ ياخد مساحة سوقية أعلى طبعا أنا صراحة إحنا كجينكو منشوف أنه السوق هيكون تحوله بشكل أسرع من التوقعات وإحنا منشوف دايما يعني التوقعات السوق الطاقة الشمسية صراحة خلال السنوات الماضية عم بيتحرك بأسرع بكتير من التوقعات السوقية الموجودة لإله فإحنا شايفين أنه خلال الثلاث سنوات القادمة رح يكون السوق متحول بشكل كبير إلى ال-N-Type وجينكو حاليا عم بتقود عملية التحول هذا يعني إحنا أعلننا أنه تقريبا ربع إنتاجنا السنة جاي إن شاء الله رح يكون N-Type بتقنية Topcon هنحكي عنها شوي أكتر وبتصور فيه هلأ أكتر من مصنع رح يتبعوا خطة جينكو هلأ في مصنعين موجودين أصلا عم بيشتغلوا N-Type ولكن السعة الإنتاجية تبعتهم قليلة جدا فجينكو أعلنت سعة إنتاجية 15 جيجا وهي لل-N-Type وهي تعد أكبر سعة إنتاجية في السوق على الإطلاق للعام المقبل إن شاء الله يعني تقريبا إحنا 15 ضعف عم نجيد السعة الإنتاجية اللي جينكو بالنسبة لل-N-Type كان هو أقل من 1 جيجا السنهاي وخاصة لأسواق معينة ولكن رح نوسع خطوط إنتاج نحولها لل-TOPCON N-Type ورح يكون تقريبا 15 جيجا ورح إن شاء الله نقود السوق في عملية التحول مثل ما يعني اللي موجودين في السوق من 3-4 سنوات شافوا إنه كيف ال-PERK قاد عملية التحول للخلايا عالية الكثاءة فإحنا نشوف إنه تقنية ال-N-Type هي رح كمان تقود هذه العملية لما نحكي عن ال-N-Type في تقنيتين رئيسيتين موجودين حاليا بيبحث وتطوير متسارع جدا ال-TOPCON وال-Hetro Junction ال-Hetro Junction هي تاريخيا هي أقدم ال-TOPCON موجودة من تقريبا من 25 سنة وكانت شركة ثانية اليابانية هي المحتكراها يعني عندها حقوق ملكية فكرية لإلها بعدين اشترتها بين شركة باناسونيك وأصبحت متاحة تقريبا من خلينا نقول من 10 سنوات تقريبا فقط يعني كمتاحة إنه الكل يستثمر أو يبحث فيها فبينما ادخلت توقون شهدت تطورات عديدة شهدت كتير تحولات لحد ما ثبتت على بنية حاليا موجودة من تقريبا أقل من 10 سنوات فعمرها قياسا بالهيتروجنكشن هي عمر حديثة العهد يعني وهي تعتبر بالإضافة الهيتروجنكشن هي الجيل الثاني من خلايا ال-N-Type الجيل الأول كان هو عبالة يعني مثل بيرك اسمه بيرت والجيل الثاني هو ال-Topcon والهيتروجنكشن والجيل الثالث يعني قد يكون هو مزيج ما بين ال-Topcon مع ال-IBC ال-IBC تكنولوجيا ممكن تدمجها مع أي تكنولوجيا أخرى مثل ال-Hydro وال-Topcon وهي ممكن تستبدل البصبرات بطل عندك بصبرات يكون في عندك طبقة خلفية بتركيز عالي من حاملات الشحنة فبالتالي انت تستاني على البصبر فبالتالي هاي كاتقنية ممكن تدمجها مع ال-Topcon ممكن تدمجها مع ال-Hydro Junction بس بتصور انه رح تاخد من 3 لـ 5 سنوات حتى تصير وجود أكثر في السوق العالم حاليا جينكو تمتلك أكبر أو أكثر يعني خلينا نقول جينكو هي أكثر نشاطة في مجال ال-Topcon وهي بالإضافة يعني عشان إحقاق الحق يعني شركة جوليوود كمان من الشركات الشغالة كتير بمجال Topcon ولكن جينكو حاليا عندها الرقم القياسي في مجال Topcon قياسهم بباقي المصنعين وفقط السنة هاي جينكو حطمت الرقم القياسي لكفاءة التحويل 3 مرات في يناير بعدين في شهر 6 بعدين في شهر 10 هي الكفاءة القياسية وهاي بيسم جينكو فجينكو من حيث التكنولوجيا عندها أفضلية إنه عندها التكنولوجيا عندها النوها ومتل ما بيقول في السوق فهي قادرة إنه تحول هذه التكنولوجيا لسعة إنتاجية كبيرة بينما في شركات تانية لسه ما قدرت توصل لأفضل تكنولوجيا وأفضل تركيب لخليط Topcon لشان هيك عم نشوف في شركات ومشاريعها للتوبكون تكنولوجيا للسنة الجاي بسبب إنه غير قادرة إنه يكون عندها التكنولوجيا أو بنية الخلية اللي تقدر تترحها بشكل تجاري وتقدر يعني تنافس فيها فالتوبكون هي تحديث لتقنية البرك فأنت بتضيف طبقة من أكسيد السيليكون وهي الطبقة بتعمل على خلينا نقول هي طبقة غير نشطة كتير أو يعني خاملة فهي الطبقة بتعمل على السماح لحاملات الشحن الأكثرية الإلكترونات بالمرور باتجاه واحد وما بتسمح لهم بالمرور باتجاه المخالف يعني مثل فلتريشن تعمل فبالتالي في عملية الريكمبينيشن اللي هي بتأثر سلبا على الخلية الشمسية بتقلل من الريكمبينيشن فبالتالي بترفع من الفولت الهتروجونشن هي كفكرة خلنا نقول شوي لها تشابه مع التوبكون ولكن الهتروجونشن انت بتضيف طبقتين من السيليكون غير المتبلور وهذا كونه كمان طبقة تعتبر خاملة فكمان بيعمل على منع رجوع حاملات شحن الأكثرية باتجاه المعاكس هلأ الميز اللي بتميز خلايا التوبكون او طريقة تصنيع التوبكون انها تتطور تعديلات اضافية على خطوط انتاج البرك فبالتالي سعرها رح يكون منافس وقريب جدا من سعر خلايا البرك بينما الهتروجونشن تطلب وجود خط انتاج كامل جديد فمن ناحية استثمارية كونه السوق حاليا البرك المسيطر فبالتالي من الأسهل كتير انك انت تعمل تطوير لخطوط انتاجك للتوبكون بدل ما انت ترميهم وتجيب خطوط انتاج كاملة وشان هيك الهتروجونشن هيكون سعرها وحيظل سعرها أغلى من التوبكون وله على المدى القريب على الأقل حيظل هذا الفرق موجود النقطة المهمة جدا كمان هي انه تبكن على الرغم من انه حديث العهد ولكن الكفاءة الانتاجية كفاءة الخلية تبعته نظريا هي أعلى من الهتروجونشن ومن البرك البرك كفاءة النظرية للخلية 24.5% وحاليا يعني تقريبا وصلنا لهاي الكفاءة فبالتالي السقف التطوير للبرك انتهى وصلنا لإله طبعا هاي اليسار هذا الجدول هو بناء على دراسة موجودة عام 2019 بيحطوا الكفاءات لكثير تقنيات كفاءة النظرية لكثير التقنيات وهي دراسة قيمة صراحة أكاديمية الهتروجونشن كفاءتها 27.5% النظرية تقريبا هلأ يعني تم إعلان عن تقريبا 26% كفاءة مخبرية وبالنسبة للتوبكون حذية الكفاءة اللي وصلت جينكو 25.4 يعني تقريبا فيه أكتر من 3.5% مجال أكتر للبحث والتطوير فنصور إن شاء الله خلال نصف الأول من السنة القادمة رح نوصل 26% كفاءة طبعا مزاياها لكي لا أدركنا الوقت مزاياها كبيرة جدا تقريبا ما في مقارنة ما بين P-type 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 و N-type توبكون معامل حرارة بدأ يكون عندها 35% حيكون 30% فبالتالي تناقص الأداء عند الحرارة العالية حيكون أقل كونه هي N-type فبالتالي ما في عندك مشاكل الجاليوم أو البورون فيكون عندك الفوسفور ما عنده مشاكل في اتراجع الأداء مقارنة بالبورون والجاليوم فحيكون عندك ال-degradation أو الورنت حيكون أفضل بكتير وكمان للمحطات الكبيرة تسعمل ألواح لثنائية الوجه رح يكون معامل وجه ال-bifacial factor 85% فحيعطيك أقل إشي زيادة 2% في الانتاجية وأكيد إذا أداء أفضل عند الحرارة المنخفضة فبالتالي بيبدأ الألواح N-type تبدأ تنتج كهرباء قبل الألواح ال-b-type يعني عند حرارة عند إضاءة منخفضة يعني هون إحنا عملنا تجربة في مصنعنا في هاينينغ ولقينا أنه مثلا الألواح ال-n-type بدأت 6 صباحة تنتج ولكن ال-b-type بدأت 7 صباحا و6 مساء خلصت إنتاج بينما ال-n-type تضلت 7 مساء فكسبت تقريبا ساعتين إنتاج زيادة وهذا نعكس طبعا إجابا على الأداء فمميزاتها كبيرة جدا وإحنا نشوف أنه السوق رح ينتقل بال-n-type باتداء من السنة القادمة جينكو كونها يعني رائدة في السوق طاقة الشمسية ففي كتير ناس هم تستنى جينكو شو تعلن عشان يحطوا إعلانات وخطط بناء عليها وإحنا فخورين أن جينكو ستكون عندها إن شاء الله أكبر سعة إنتاجية لتقنيات ال-n-type أتمنى ما أكون أطلت عليكم شكرا كتير وعودة إليك منيف شكرا كتير لإلك محمد الله يعطيك العافية على التحضير ودائما أحب أنا إثني على محمد لجهود الكبيرة لحتى يتقدم هذا المحتوى التقني باللغة العربية تعريب المصطلحات العلمية والمطورة والحديثة الأساسا المانها موجودة في كتبنا المدرسية أو الجامعية أنها تنوضع بهذا الأسلوب هو مجهود كتير كبير وبدأتشكرك عليه محمد على اللي بتحضره أنت لك الجلسة هلأ وصلنا نحن لنهاية القسم الرئيسي لهذه الجلسة نحن وصلنا بحدود 49 سؤال بنحاول ونحن نجاوب عليهم خلال تقريبا 20 دقيقة 25 دقيقة القادمة فبتمنى أنكم يظلوا معنا في أسئلة رئيسية وفي أسئلة متكررة في أسئلة انساءلة 5-6 مرات رح أبدأ فيها إن شاء الله ورح أطلب منشان هيك ينضمونا محمد وعلي بالنسبة إذا فينكم يصنك محمد الكاميرا عندك مشغالة علي إذا ممكن نحن نشوفك ونبدأ بالسؤال الأول إذا بنركز لو سمحت علي على المنطقة العربية فشو هي البلدان اللي أنت شايفة هي رح تكون بلدان نمو بالنسبة لقطاع الطاقة الشمسية ورح يصير فيها منتريشن ريت أعلى مع الوقت بالنسبة للطاقة الشمسية بس أنت على الميوت الله يعلي ما سمعنا شي عم تسمعني تمام واضح ممتاز هلأ بالنسبة للمنطقة العربية هي بصراحة لمنطقة الشق الأوسط أفريقيا أو أفريقيا عموما من أكثر المناطق الواعدة في شفنا حكومات خلال السنوات الماضية أعلنوا عن أهداف طموحة صراحة لدعم الـ خلينا نحكي بين الطاقة الشمسية والطاقة الـ 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 شفنا بلدان خلينا نحكي تميزة بالـ المشاريع الخدمية الكبيرة زي الإمارات زي السعودية الأردن سابقا بدأت من عام 2011 في مشاريع خدمية ولسه نشوف هاي الماركت عم تنمو أسواق ما فيها خلينا نحكي بنية تحتية بالنسبة للكهرباء زي أسواق اليمن سوق نشط جدا جدا أسواق الخليج عموما العراق شفنا كذا كذا سؤال صراحة في اهتمام كبير من الحكومة والناس في لتنشاء مشاريع طاقة شمسية إذا متحرك على شمال أفريقيا نحكي على مصر والمغرب هم خلينا نحكي قادر المغرب من أول الدول العربية التي بدأت في إعلان وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية مصر برضو إذا منحكي على بنبان 1900 ميجاوت محتوطين في عبارة عن بلوتس اللي مطورين مشاريع بين العشرين والخمسين ميجا بالإضافة برضو لأسواق البومبينج اللي كنا منحكي قاعدين على السولوشن اللي جيمكو سولر طورته لأسواق الري في الدول اللي بتعتمد بشكل أساسي على الزراعة في شمال أفريقيا برضو أسواق نشطة جدا ومتوقع نمو كبير إلها في شتى الدول العربية في بلدان يعني بتسبق بلدان خلينا نحكي بس بالنهاية هي حاجة يعني الحاجة للطاقة الشمسية هي اللي اللي بتحرك الماركت وبتلفت انتباه الحكومات على إنه الطاقة اللي بتنتج من الشمس لا يمكن تحديها بأي مصدر طاقة آخر وهذا يعني بشكل مختصر عن الدول العربية تمام شكرا علي معتا نحنا هيك نقدر نعود نتيجة صغيرة إنه الطاقة الشمسية هي مو بس لأنه هي طاقة نظيفة نحنا عم نتبنىها هي عم تحل مشكلة أساسية موجودة بكتير بلدان عربية في نقص للطاقة في حاجة في الأمن الطاقوي هو أمن أحد عوامل كتير مهمة لأمن الدول وبالتالي في استثمار من قطاع الخاص وقطاع العام كمان يعني إقبال هذا الموضوع صح مية بالمية مية بالمية يعني الحاجة يعني الاستثمارات اللي عملتها بعض الدول اللي منطلع على منحنة الحمل فيها في استثمارات عالية بحطوها لمشاريع ممكن بس بتشتغل شهر أو شهر ونصف السنة فقدم السولر السولر انرجي قدمت حل ممتاز بالنسبة لهاي الدول تقلل من استثماراتها في الطاقة التقليدية وتحط وتضيف طاقة شمسية لمنظومتها طبعا الطاقة الكهربائية عشان تعمل اللي هو بالنسبة لهاي فبالتأكيد هو حل وهي حاجة أكثر من أنها أكيد طبعا يعني بتضمن مستقبل نظيف وعمر أطول للكوكب صحيح تمام شكرا شكرا لك علي رح ننتقل هلأ لسؤال تقني مع محمد لو سمحت في سؤال سيد محمد نعيم بشير المحمد من العراق السؤال الطويل رح اختصر وانه بيسأل عن التأثيرات الجيوفيزيائية نعم موجود في منطقة معينة في العراق ممكن يكون في لها خصائص معينة بالنسبة الحرارة للرطوبة وما إلى هنالك فهل هاي العوامر تتاخذ بعين الاعتبار أثناء التصنيع بجزء هذا الشيء صعب ولكن نحن في بظن عنا طرق معينة حتى نحن نختار الألواح الشمسية الأنسب لهيك مناطق فإذا بتنورنا عليها محمد لو سمحت نعم حاليا نحن كجينكو خلينا نقول نحن ما لدينا منتجات خاصة لأشياء معينة نحن منتجاتنا عادة تستعمل لأي مكان ثم نحن في التقنيات الموجودة خاصة لمجال الحرارة مثلا مثل هي موجودة موجودة لكل منتجات جينكو هلأ مثلا نحن هي التي تفرق أكتر عشان بروف الحرارة يعني مثلا أن تكون عندك من نوع عالي جدا يتحمل الحرارة ويقدر يعمل عزل منيح فهي هاي الأشياء اللي ممكن تميز اللوح عن اللوح التاني كمان فإحنا كجينكو صراحة يعني مثل ما شفته مع علي أنه مشاريعنا موجودة من منطقة العربية من عشر سنوات وهي منطقة حارة جدا وفي أماكن يعني مثل مثلا مشروع سويحان أبوظبي الرطوبة عالية جدا كمان موجودة فيه وديوة دبي فما في أي مشاكل في الألواح تبعتنا هلأ يعني التقنيات موجودة مثل الموجودة معتمدة لدى جينكو قادرة أنه تحمل أي ظروف موجودة من ناحية الحرارة البرودة أو تقلبات الطقس هلأ حاليا هو فيه شوية تحكي حاليا يعني عم بيكون فيه صعيد أنه ينعمل ستاندرد خاص للمناطق الحارة جدا وبتصور فيه IEC هلأ صار موجود يعني مواصفات قياسية موجودة بهالمجال هلأ ما بنعرف إذا هل ترى بعدين حيكون فيه تصنيع يعني الوح خاصة بالمناطق الحارة للمستقبل قريب هذا حاليا مش واضح صراحة لسه يعني الستاندرد اعتمد من فترة قصيرة صراحة وفيه حاليا أكثر من جهة بالمنطقة العربية يعني فيه موجود بالإمارات فيه موجود بالسعودية فيه بقطر جهات تعمل دراسات انه كيف ممكن ينعمل الألواح خاصة بالمناطق الحارة مثلا ولكن حاليا الألواح الموجودة دادا جينكو حاليا قادرة انه تعمل أداء ممتاز في أي وقت خلال السنة في أي ظروف جوية تمام ممتاز شكرا لإلك ومظن انت كمان نوهت لبعض الأشياء لما حكيت عن عن الانت التمبريتشر كويفيشن قدش هو أحسن بالنسبة الانت اللي هو كمان بلعب مثلا دور إيجابي بمنطق الحارة ممكن يكون في عنا عوامل ثاني ممكن تكون ناخذها بين الاعتبار طيب عندي سؤال هلأ خلينا قول السؤال الأكبر تقريبا عشرة بالمية ممكن أسئلة الوصلتنا كانت تسأل عن في العام 2022 هذا رح أسأله لعلي كيف أنت بتتوقع الأسعار راح لفين طلوع ولا لنزول أوكي هلأ أنا شفت طلعت على الأسئلة شفت ناس عم تسأل شو الروت كوز اللي خلى تطلع على الأسعار وهو بيكون جواب على السؤال الأخت هلأ إذا منطلع على السنتين الماضين حصلت أزمة كبيرة هي أزمة الكورونا على العالم هي تبعات الكورونا هو بسبب خلينا نحكي بسبب رئيسي هي اللي أدت لارتفاع الروماتيريال الموضيع الأقفالات اللي حصلت في أول فترة الكورونا أول أشهر من شهر تلاد إلى شهر تسعة 2020 بطأت خلينا نحكي تبع المشاريع وقللت نوعا ما بشكل مؤقت الديماند أو بشكل كاذب الديماند لأنه نشرية كانت تتأجل المصنعين الألواح الشمسية والويفرز كملوا في تصنيع أو توسعهم بالمقابل اللي كان فيه تخوف من المواد الخام المصنعين المواد الخام للتوسع وهاي بيسموها هاي باريير اندوستري هاي باريير من ناحية كلفة ومن ناحية وقت أيضا بكلف غير عن الكلف الباهضة للتوسع في البولي سيليكون الكونستركشن تبع البولي سيليكون بالسالك حوالي 18 شهر فلما صار فيه بآخر شهر 9 2020 طبحت الرؤية انه المشاريع لم تكن قليلة أو الديماند اللي الطلب لم يخف ولكن تأجل كانت بالنسبة الوقت متأخر بالنسبة لل أبستريم سبلير انهم يتوسعوا بدأوا بالتوسع ولكن كان الديماند في 2021 أعلى بكثير من الطاقة الانتاجية لمصنعين الألواح الشمسية هذا أدى بشكل كبير لارتفاع البولي سيليكون اللي لاحظنا في التشارت كان عم بيحكي على 198% من سعره في أول 21 السؤال على الترند هلأ فيه ناس يعني بتعتقد انه فيه شفنا أسعار خلال منتصف 2020 في وجه نظري هاي أسعار غير عادلة بالنسبة لل PV موضيول زي ما شفنا البترول في وقت من الأوقات انباع ب negative value عشان كان الموردين أو خلينا نحكي أصحاب المواد هاي بدهم يقللوا كلفة التخزين وكان في إقفالات في بعض الدول أدى إلى نزول سعر البترول إلى negative value في الولايات المتحدة طبعا إذا السؤال هل هو فعليا negative value أكيد لا هذا السعر مش عادل وجهة نظري منتصف 2020 ما كان سعر عادل بالنسبة PV موضيول مشكلتنا إحنا لما يكون الأسواق في ارتفاع منحاول نأجل عشان تنزل الأسعار وبرضه إذا كان فيه نزول في الأسعار برضه بنأجل عشان باعتقادنا إنه رح تنزل الأسعار أكتر الديماند كان في 2021 حوالي 210 جيجا مقابل 180 جيجا Polysilicon عشان هيك كانت ترتفع الأسعار رح تدخل دخلت في شهر 11 جديدة من 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 ورح تدخل في خلال الربع الأول بس بالمقابل ما بدي الناس تستهيم بالديماند اللي رح يكون الطلب الموجود على تيفي موديولز خلال 2022 واللي بعتقد ممكن تكون الأسعار لن ترتفع بالشكل اللي ترتفعت فيه في 2021 ولكن رح تكون نوعا ما ستيبل فنصيحة لمن يعني عنده مشروع يعني التأجيل يعني بالنهاية بسبحها بالجامبلينج أو المقامرة أو مراهنة مش شايفين عم تحكي أن الأسعار رح يكون فيها انهيار ولا الأسعار رح يكون فيها ارتفاع وإنما رح تكون ستيبل لأنه بنحكي عادين في 2022 بين 250 وال280 وهو خلينا نحكي دعنا نطلع على من ناحية تانية هو برضو بيكون بنفس مش أعلى بكتير من إلا إذا طبعا حصلت أزمة زي الأزمة اللي حصلت في 2020 بس يعني ما بتمنى تحصل زي هيك أزمة لأنها أثرت على جميع القطاعات بما فيها طبعا السولر تمام معت هذا كمان إذا بدي أخذنا عندك كلمتين ما بتنصح الناس التراهن على المستقبل وتأجل مشاريع وكذا وإنما حاليا ممكن كمان الناس تشتريها الأسعار معقولة ما رح يكون فيها التغيير كثير كبير في الأدام وهذا شيء كما نسمعنا بجلسة ماضية كان في أحد الديفلوبرز حكى أنه يعني حتى مع كل ارتفاع الأسعار اللي صار هلأ التأثير الفعلي على المشاريع مثلا C&I سكتر كان مثلا payback period ترتفع مثلا من 4 سنين ل4 سنين و5 شهور مثلا في عمليا في تأثير سلبي صح لأنه ارتفعت الأسعار ولكن هو محدود جدا وهو التالي طالما في سبلاي وطالما في جود بروتكت بظن أنه ما في قيداع الناس تأجل في النهاية المشاريع للآخر السن الجاي مثلا 100% 100% باتفق معك منيف لأنه ما في أي حدا بيقدر يعطي ضمانات أنه سعر رح ينزل أو رح يطلع باعتقاد الشخصي رح تكون الأمور نوعا ما ستابل ما سنشوف الدروبس عالية جدا زي اللي شفناها 2020 ولا هنشوف ارتفاعات لأنه يعني صحي المنفاكترز اللي طبعون الرو ماتيريولز توسعوا ولكن توسعوا بشكل منطقي لم يتوسعوا بشكل كبير بحيث يصير السفلاي أوفر سفلاي عندنا وتنزل الأسعار بشكل رولر كوستر بنسميها دروب تمام طيب شكراً كتير لألك على هالمداخلة علي رح ننقل هلأ نغير هيك إجانا أسئلة من أكتر من شخص من السيد ناهض الشاع من سيد وائل فتحي المتولي من سيد أسعد داود والسيد سكر غامدي كلهم بيسألوا على الانيرجي ستوريج يعني بمنحين الأول أنه شو هي التقنيات اللي رح تكون موجودة بالسوء السنة اللي جاي وإذا المنتج تبع جينكو هو منتج مصنع يعني من قبل جينكو وإذا كان هو متوفر يعني بقدر يطلبوه من عينكم طيب شكراً على الأسئلة طبعاً أنا أول شيء بعد تدري أنه في مشكلة بالكاميرا مش قادر أشغلها فهلا بالنسبة للسطوريج هلا إحنا صراحة الفترة الماضية يعني كنا إحنا مسخرين كل كل جهودنا في الحكي أكتر عن السطوريج وأنا بدعو عندهم تساؤلات أكتر ليشوفوا الندوات السابقة إحنا عملنا معاكم ندوتين بالسطوريج واحدة في أساسيات واحدة كان في مجال الصناعي والتجاري هلا باختصار شديد إحنا كجينكو إحنا عبارة عن إنتيجريتر إنتيجريتر إحنا بنقوم بعملية التجميع بنقوم بعملية مراقبة الجودة وهذا الدور اللي بتلعبوا كتير شركات منهم بشركة تسلا يعني شركة تسلا ما عندها بطاريات ما عندها إنبيرتر ما عندها PCS وما عندها منيترين هي تعمل إنتيجريتر فإحنا بناخدين نفس البزنس موديل تبع تسلا مثلاً وفي كتير غيرنا شغالين هيك إحنا بس منحرص أنه يكون المنتج عندنا في مرونة عالية بالمواصفات بحيث يناسب أداء أو متطلبات المشاريع الموجودة والنقطة الثانية إنه مواصفات الجودة المعهودة لدى جينكو تكون كمان مطبقة في هذا المنتج فإحنا عندنا نستعمل تقنية الليثيوم آيون باختصاء أكثر خصوصية هي الليثيوم آيرون فوسفت كبطريات وعندنا حلول اللي بتاخد الانكلوجر أو الكونتينر بتاخده كامل البطاريات مع أجهزة المراقبة والتحكم ابتداء من الوحدات المنزلية بتركب على مستوى منزل للتجارية والصناعية لحد توصل إلى الوحدات الكبيرة اللي بتجي كونتينر 40 قدم لمشاريع كبيرة إذا فيه استفسارات أكتر عن هذا الموضوع أنا بتمنى أنه تواصلوا مع طريق عملنا الموجود في المنطقة ومنهم طبعا المهندس علي كونه هو رئيس قسم بيعات في معظم الريجن المنتجات حاليا هي متوفرة ولكن ما عنا ستوك هلأ موجود في المنطقة العربية تقدر تروح تشتري لا بدك تشتغل معنا مباشرة نعمل لك مثل نعطيك المواصفات ومع دين وقتها نطلب لك من الصين وإن شاء الله فيه خطط إن شاء الله بالسنة القادمة إنه يكون فيه وجود أكتر للبطاريات إن شاء الله في المنطقة العربية ومثل ما حكى المهندس علي إحنا عملنا حاليا في أربع بلدان في خمس بلدان عربية أو أربع بلدان عربية عملنا إطلاق للمنتج هاد وإن شاء الله رح نكمل للسنة الجاي فيه أسواق كتير إحنا حابين نروحها ولكن فيه قيود كتير بسبب الكورونا نقدر ننفوتها وإن شاء الله للسنة الجاي إن شاء الله رح نحاول نكون موجودين على الأرض وبتواصل مباشر مع الناس إن شاء الله تمام تمام شكراً كتير لأي لك محمد على الإجابة أنا في عنا نحن عدة أسئلة بتسأل مثلاً هل في تواجد لجينكو سولر في ليبيا هل ممكن يحصلوا الوحص جينكو سولر في ليبيا أو في بلدان أخرى بتمنى أنكم ترسلوا إيميل إيميل المهندس علي موجود على الشاشة إيميل المهندس محمد موجود على الشاشة لأسئلة العلاقة بتوفر المنتج المبيعات تتواصلوا مع المهندس علي والنسبة للأسئلة التقنية على المنتج تتواصلوا مع المهندس محمد لو سمحتوا إيميلها تماما سكريم طيب علي لو سمحت فيه follow up question على الجواب اللي جوابناه من شوي سؤال من السيد الحارث الأصفر بيقولوا نأمل التوضيح بخصوص اتفاق المصنعين الذي سمعنا عنه بطلب تأجيل المشاريع يعني وقت طلع جينكو سولر مع شركات تاني وطلبوا الشركات أنها تأجل المشاريع هل نحن we are past this يعني أنه قطعنا هاي المرحلة هلأ ولا وصار فيه تغافر للمنتج ولا لساتنا بنفس المرحلة ما فهمت بس قصدوا على أي مشاريع اللي موجودة في الصين يعني أول ما صارت لأزمة أنه طلعت عدة شركات كبيرة مصنعة الوحش مسيح حكت أنه إذا ممكن تأجله المشاريع أو شيء أنه كونه ما في ما في سطلاي حاليا فهل هلأ بسيكلي جينكو سولر اللي الستيتمنتز إحنا بالعادة نخلي دايما بنبعت بشكل شهري تقارير خلينا نحكي بتوضح الوضع الحالي الراهن بالنسبة للسطلاي معظم المشاريع هاي مشاريع خلينا نحكي تطويرية مطورين اللي بعملوها مشاريع الطاقة هم المطورين هم اللي بطلبوه من الحكومات تأجيل مشاريعهم فللأسف ما عنا خلينا نحكي أكسس على هاي المعلومات أو وين وصلت بالضبط بس يعني في حكومات سمعنا من عالميا في البرازيل مثلا في لاتن أمريكا في بعض دول شمال أفريقيا أعطت تمديدات خلينا نحكي مددت مدة تنفيذ المشاريع كونه بأثر بشكل كبير على المستثمرين وعلى إمكانية إقراضهم كانت ففعلا فيه المشاريع اللي كان فيها تارف قليل جدا في أخذوا موافقات على تمديد مشاريعهم لست شهور أو لسنة في برضو مطورين مشاريع في الصين أخذوا تمديد برضو لمشاريعهم وفي ناس ما أخذت مشاريعهم فجوابا على السؤال يعني ما في نعم أو لا مطلقة وهاي أفضل حدا بجاوب عليها خلي أن نحكي هم مطورين المشاريع في كل دولة على حد تمام ممتاز شكرا لأي لك طب أنا كان عندي سؤال جديد لأي لك لو سمحت علي من السيد عبد العزيز محمد بيسأل أنه تايجر ولا تايجر برو يعني شو بتنصحه يعني هل هو بيختلف من بلد لبلد أو إذا كانت أصحار أكتر ولا راديانس بيختلف ولا كيف أنت يعني بتنصح أنه يستخدم أي منتج أوكي هلأ عنا يعني عنا ثلاث أنواع من المنتجات تايجر تايجر برو و تايجر نيو أو تايجر برو نيو بالنسبة لالتايجر تايجر إلو أبليكيشنز مختلفة عن التايجر برو في بعض المشاريع بيكون في محدودية خلينا نحكي في الأسطح اللي يمكن تركيب عليها PV موديول فبلجأوا للتايجر التايجر سيكستي أو سيكستي سيلز أو سبنتي تو سيلز بيكون الموديول أصغر الإفشنس يتبعه عالي ولكن بيكون أفضلهم خلينا نهم من ناحية تركيب خاصة في الموقع إنهم يركبوا التايجر التايجر برو يستعمل في شطة المشاريع شفنا مطبق في مشاريع رزيدانشل في مشاريع كوميرشل وإندسترل في مشاريع يوتيل سكيل بروزيكت بيعتمد برضو على العواكس اللي بيجيبوها الشركات اللي بتنفذ المشاريع بعض العواكس في عندها محدودية في قبول خلينا نحكي تايارات عالية اللي هي مع التايجر برو فبالجأوا لموديول التايجر أربعمية وأربعمية وسبعين وتنفيذ مشاريعهم اللي بيستعملوها من اللي في شمال أفريقيا لمشاريع زراعية فكل واحدة إلها تطبيق فبرضو ما في جواب مطلق مين أفضل بس إذا بنعرف إحنا شو الابليكيشن اللي مطلوب لهاي وخصوصية البروجيكت ممكن نقدر نعمل تيم تبعنا التكنيكل تيم بقيادة محمد السعدي يعمل نعرف شو العناصر الأخرى اللي داخله في النظام ونعمل توصية للعميل أو للشريك إنه أي أفضل موديول ممكن نستعمله له هذا التطبيق تمام تمام شكرا كتير لإلك علي بالنسبة للأسئلة اللي عم تيجي إنه عم يطلبوا سعر الواح وكذا بتمنى تواصل مع المهندس علي السعر أكيد بيختلف من بلد لبلد من كمية لكمية في كتير عوامل رجاء أن تتواصلوا حتى يكون كل حالة يعني تكون على حدة طيب رح ننهي جلسي بسؤال تقني للمهندس محمد محمد إجانا هيك سؤالين ثلاثة تقنين ونشوف حاول نجاوب عليهم لو سمحت هيك بفترة أصيرة ولو كلمتين في سؤال من السيد محمد الكندي بيقول شو هو أحسن Deposition Technology LPCVD ولا PECVD وليش حاليا هم هدول التنتين اللي بالتوب هم هدول الموجودين حاليا فيه ثلاثة أربعة عم بيكونوا قيد يعني قيد خلنا نقول evaluation بس هلأ إحنا كجينكو فيه أحيان نلجأ لوحدة يعني خلال عملية البحث في المختبر ولكن نلجأ لوحدة تانية خلال عملية التطمير هم هدول التنتين حاليا فيه بينهم كتير آراء وبنسبة لإنا لسه إحنا يعني ما اعتمدنا على وحدة نستعملها بشكل مباشر بعملية التصنيع هلأ التنتين هم إليهم مزاياهم وعيوبهم ولكن هم هدول التنتين هم المينستريم بالنسبة لإنا ولسه حاليا عم منفوت بمحاولة معرفة إنه أي واحدة هتكون الأفضل لإنا بعملية ال فلسه ما في عندنا صراحة كتير هيك معلومات طيب سؤال آخر سؤال هيك صغير من سيد علي فايز ما هي أحدث طريقة وأحسن طريقة الحفاظ على سطح الألواح من الملوثات والأتربة عليها في شيء طرق معينة محمد تنصح فيها مشان السويلينغ هلأ الألواح الموجودة حاليا في عليها طبقة حماية anti-reflective coating ممكن إضافة طبقة أخرى هي anti-soiling coating طبعا بي سعر زيادة شوي بالسعر وهي موجودة لدى جينكو يعني بس طبعا حتى لو حطيت هاي الطبقة فهذا لا ينفي نهائيا ولا يعني ما بيلغي دور الصيانة الصحيحة من حيث أول إشي التركيب الصح للألواح ما يكون فيه أخطاء خلال عملية النقل والتركيب وبعدين ما يكون فيه إهمال في عملية الصيانة والتنظيف الواحي الشمسية كمنتج هو بسيط جدا من ناحية الصيانة ولكن إهماله رح يؤدي لعواقب جدا سيئة فمهما كان فيه تقنيات موجودة على الزجاج مثلا معالجة الزجاج بشكل خنيات معينة هذا لا ينفي نهائيا أنه لازم يكون فيه عملية تنظيف بشكل مستمر خاصة إذا أنت موجود مثلا في مناطق صحراوية ناطق رطوبة عالية إهمال عملية التنظيف رح يعني يجعل الاستثمار خاسر بشكل كبير تمام تمام ممتاز شكرا كثير لك محمد وبدأي تشكر كمان على مشاركتكم القيمة جدا اليوم كم كبير من المعلومات اللي قدرنا نوصله اليوم متابعين بتمنى تكون هالندوي حققة الغرض المرجو منها نتعرف أكتر على الأسباب التغيرات اللي صارت في هذه السنة شو التوقعات بالنسبة للتقنية وللأسعار بالنسبة إلى السنة القادمة في كتير أسئلة كانت خاصة ببلد معين أو منتجات معينة رجاء أن تتواصل بالإيميل مع المتحدثين بدي أتمنى يعني بتمنى أني أشكر مئات الناس اللي حضرت جلسة اليوم شكرا كتير للكم على وقتكم اليوم عذرا أخذنا هيكي ربع ساعة زيادة بس مشان جاوبكم على أسئلكم موحل وإيجانا أكتر من ستين سؤال حاولنا نجاوب على معظمهم قدر الإمكان وإذا نسينا شيء أهملنا شيء رجاء نكتبونا بتقدر تكتبونا على info at solarabic.com ونحنا منوصل الأسئلة للمهندسين علي ومحمد ونرجع لكم شكرا كتير للكم على وقتكم ومرة ثانية أهلا وسهلا فيك مهندس علي معنا أهلا وسهلا فيك مهندس محمد معنا شرفتونا وشكرا كتير على المعلومات القيمة اللي شاركتوها اليوم شكرا شكرا للجميع لحضوركم معنا وإن شاء الله سنة 2022 تكون أحسن وإن شاء الله الكل يكون بألف صحة وعافية إن شاء الله شكرا لك وتمنياتنا للجميع إن شاء الله بسنة سعيدة إن شاء الله وأنا بعتذر إنه ما قدرنا نجاوب على ذلك في كتير أسئلة فأنا بتمنى التواصل معي إيميلي موجود خاصة المهندسة أصيل يعني من الأردن أكيد خلص الإيميليات موجودة في كترة كترة سؤال صراحة مهم جدا فممكن نتوصل معي مهندسين إن شاء الله نتوصل مع بعض إن شاء الله تمام تمام ممتاز شكرا كتير للكم إذن بتمنى لكم عطلة نهاية سنة سعيدة اللي عنده عطلة وكل سنة وإنتوا بخير وإن شاء الله منلتقي في جلسة جديدة في العام القادم كان ختامها بالفعل مسك بحضوركم معنا علي ومحمد أعطيكم ألف عافية وإن شاء الله منلتقي في السنة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا